مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنسعد كل مرة فيها نلتقي معكم من خلال برنامج عبر الكتاب وكمان بنشكركم على متابعة هذا البرنامج وكل البرامج التي تقدم على قناة الحياة حابب أذكر حضراتكم في البداية قبل ما ندخل إلى موضوع الحلقة اليوم أذكر حضراتكم بما أعلنناه الأسبوع اللي فات عن يوم 18 نوبمبر وهو اليوم العالمي للصلاة من أجل العابرين حابين أن كل المشاهدين في كل مكان نجتمع معا ونصلي معا بنفس واحدة في يوم واحد في كل واحد في مكانه نرفع أخواتنا العابرين ونصلي لأجلهم أنه ربي يثبتهم وينميهم ويسندهم ويستخدمهم لمجد المسيح في كل مكان موجودين فيه فيه عندنا إعلان بهذه المناسبة حابب أنه احنا نتفرج على الفيديو بتاعه وبعدين نرجع نتكلم عن موضوع حلقة اليوم 18 نوبمبر 2020 رح يكون اليوم العالمي للصلاة لأجل المؤمنين بالمسيح من خلفية إسلامية اللي هو أنا واحد أيضا منهم ونحن كتار في هذا العالم عايزين ندعيك أنك تشارك في الصلاة معنا ولأجلنا ولأجل كل المؤمنين بالمسيح وعايزين نقول لك من داخل أعماب قلوبنا أنت مش وحدك أخي العابر وأخت العابرة في كل مكان أنتم لستم وحدكم لكن هناك جسد كبير هو جسد يسوع المسيح في كل مكان وأنا نفسي أن أنتم تكتبوا التاريخ دواً مع حضراتكم عشان تتذكروا باستمرار موضوع حلقة اليوم موضوع مهم جداً وهو تكملة للرد ولتقديم الحق الكتابي بالأخص فيما يتعلق بالنقد الذي يقدمه الدكتور منقز السقار عن كلمة الله وموضوع حلقة اليوم هو أخطاء الدكتور منقز السقار الدكتور منقز السقار عمل حلقات كثيرة وعمل برامج كثيرة جداً كلها نقد في المسيحية والكتاب المقدس والحلقات اللي فاتت أنا تناولت نقده ومحاولته لحدم مصداقية الرواية الإنجلية عن صلب يسوع المسيح واتكلمت تحت عنوان تخاريف الدكتور منقز السقار عن صلب المسيح ونقشت هذه الإدعاءات التي قدمها ووضحت المفهوم الكتابي وقدمت دواً في ثلاث حلقات يبدو أن الدكتور منقز السقار لم يحتمل أن نقول عن ما يدعيه أنه تخاريف فكنت الحلقة اللي بعملها على طول بعدها بكم يوم ما يزبرش يطلع حلقة الرد عليها وفي الحلقة الأولى في الرد عليها قال طيب ما أنت بتقول تخاريف الدكتور منقز السقار بس الكتاب معدس مليان تخاريف وآتى الدكتور منقز بأكثر من مثال من الكتاب المؤدس لكي يحاول مستميتاً في محاولات مستميتة أن يبرهن على أن الكتاب المؤدس يحتوي على تخاريف أو يحتوي على قصص لا يصدقها عقل الحلقة دي هي الرد على هذا الجزء من الدكتور منقز وما قدمه في هجومه على الكتاب المؤدس وهنأخذ الأمثلة أو بعض الأمثلة بحسب الوقت الذي سنقدر نحن نخلص فيه اللي فيها الدكتور منقز بيقول أهو هنا في تخريف أهو هنا في تخريف ونقدم للدكتور منقز النهاردة نموذج كيف يدرس الكتاب المؤدس وكيف يتعامل مع النصوص الكتابية مشكلة الدكتور منقز وغيره من هؤلاء الدعاة الذين يهاجمون الكتاب المؤدس مشكلتهم أنهم copy and paste يعني هو كل اللي بيعملوا أنه يدور على الكتب اللي بيتهاجم الكتاب وهو ما بيطلعهاش بنفسه على فكرة هو يعني كثير من النقاد والمشاككين في الكتاب المؤدس بيكتبوا كتب بلغات مختلفة وموجودة ومنتشرة على الإنترنت هو بيعمل إيه هو بيطلع من الكتب دي ويقول لك آه ده ده كويس وده كويس وده كويس وده كويس ويجي تكلم عنه دون أن يدرس هو بنفسه النص الكتابي ودون أن يتعامل مع النص الكتابي ودون أن يدرس الردود المقدمة من العلماء على هذه الإدعاءات والنهاردة هتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل وهاخد نماذج من التي قدمها الدكتور منقذ سئار في هجومه على الكتاب المؤدس تحت عنوان أهو يا دكتور أشرف عزمي تخاريف في الكتاب المؤدس ونحتاج أن ترد عليها هكذا قال الدكتور منقذ فناخد هذه الفيديوهات النهاردة أو الأمثلة التي قدمها الدكتور منقذ ونقدم عليها إجابات كتابية واضحة وأرجو يا دكتور منقذ بعد ما تسمع هذه الإجابات أن أنت تعمل لنا فيديو آخر تقول لنا إن كانت هذه الإجابات مقنعة أو غير مقنعة لحضرتك ناخد أول فيديو فيه بيتكلم عن شخصية معروفة في العهد الأديم شخصية أب شلوم ابن داود الملك وبالأخص الجزئية المرتبطة بشكله إنه كان جميل جداً جميل المنظر وشهرته أيضاً في ذلك الوقت إنه كان عنده شعر كثيف وطويل والكتاب المؤدس تتكلم عن هذه الجزئية فناخد الفيديو الأول اللي بيكلم فيه الدكتور منقذ ونرجع نعلق عليه سنبدأ مع الأستاذ الدكتور القس أشرف عزي تخاريخ الدكتور ممتد عنوان مثير لكن هذا العنوان قد يدفعني إلى إثارة بعض الأسئلة أبلو أن تحتملها الدكتور بكل تأكيد سنرى هل يوجد في كتابك المقدس ما نستطيع أن نسميه تخاريخ أم لا يوجد نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم تأخذ طيب في عندنا رجل اسمه أبشالون أبشالون هذا كان آية معجزة أعجوبة من أعجوبات الدنيا هذا يا دكتور كانوا يحلقون له شعره في كل سنة مرة واحدة مرة واحدة في السنة لما تيجي آخر السنة يطول شعره لما يطول شعره يصبح ثقيل عليه ما يستطيع يحمله ووزنه 200 شاقل يعني وأنت أدرى كمتخصص في العهد القديم ووزن شعره يطلع في سنة واحدة كيلوين وربع معقولة كيلوين وربع المهم فما رأيك دكتور هل هذا الخبر يندرج تحت التخاريف أم يندرج تحت الحقائق العلمية طيب جميل أول حاجة هو جاب النص الكتابي المرتبط بأبشالون طبعاً الدكتور منكز أرى النص زي ما قلت هو copy and paste يعني السولز على طول دون أن يدرس ودون أن يتماعن في الكلام الموجود ودون أن يقرأ تفاسير هو بس عجبته الفكرة وقدمها كنقطة في الكتاب المعددة وطبعاً الإخوة المسلمين ماشيين وراء أمين أمين إلى آخر لكن يا دكتور منكز خليني أبدأ معاك وحدة بوحدة أبدأ معاك من النص اللي أنت قريته النص بيقول إيه النص موجود في سمويل الثاني وأصحاح 14 وعدد 25 و 26 بيقول ولم يكن في كل إسرائيل رجل جميل وممدوح جداً كأب شلوم من باطن قدمه حتى هامته لم يكن فيه عيب يعني كان موضل كده وعند حلقه رأسه إذ كان يحلقه في آخر كل سنة لأنه كان يثقل عليه فيحلقه كان يزن شعر رأسه 200 شاكل هو طبعاً مقراش الجزء الثاني بوزن الملك هو الدكتور منكس خد أنه الشاكل بيساوي 11 أو 12 جرام من الفضة اضربها في 200 كويس يبقى طلع عندك حوالي 2 كيلو وربع لكن لم يدرس عن وزن شاكل الملك ولم يدرس عن الشاكل وقمته في العصور المختلفة ولم يدرس عن النص نفسه هل التكوين اللغوي للعبارة دي كان يزن شعر رأسه 200 شاكل كان يتحدث عن وزن الشعر أم يتحدث عن قيمة شعره عندما يباع لأنه الشعور أيضاً كانت تباع لأغراض مختلفة هو لم يدرس هذا الجزء هو بس قالك ما فيش إنسان شعره ممكن لما يتحلق يوصل إلى 2 كيلو ونص ولو جمعت كل الشعر عند الحلاء في يوم أو 2 أو 3 عمره ما هيقدر يوصل حتى كيلو واحد أنا ما عرفش الدكتور منقز زي ولا لا هو لابستقية كويس فأنا وإنت ما ينتبقش علينا الوصف بتاع أبشلوم لكن خليني يا دكتور منقز أكلمك شوية عن الشاكل نعرفي عن الشاكل كلمة شاكل يا دكتور منقز معناها وزن أو الثقل حاجة تقيلة بيتوزن بيها الأشياء بتقيم بيها الأشياء كويس قيمة الشاكل تتراوح وتتفاوت من مكان لمكان ومن عصر للعصر زي النهاردة لما أقول لك مثلا الدولار الدولار هتقول لي أنهي دولار الدولار الأسترالي ولا الدولار الكندي ولا الدولار الأمريكي كويس وهل الدولار النهاردة قيمته زي سنة سنتين ثلاثة عشرة إلى آخره فقيمة الشاكل بتتراوح من مكان لمكان ومن عصر للعصر وبيؤكد العلماء على أن الشاكل تتراوح قيمته ما بين سبعة جرام إلى أربعتاشر جرام اللي أنت بتتكلم عنه ده أنه بقي حوالي أحداشر جرام دوا بعد المكابيين يمكن في عصر المكابيين في القارن الثاني قبل الميلاد لما بدأت العملة تضع وتتحط على كوين قبل كده ما كانتش على كوين ونحن نتكلم على عصر داود ألف سنة قبل الميلاد كارتيجانيا شاكل اللي هم الجماعة الفنقيين المشهورين كانوا بالتجارة في شمال وغرب أفريقيا واشتهرت بالتجارة جدا في حوض البحر المتوسط كان الشاكل عندهم بيساوي ما بين سبعة إلى سبعة ونص جرام من الفضة إذا حسبنا بالحساب دوا يا دكتور منقز يبقى حوالي كيلو نص أو كيلو تلت وليس اثنين كيلو وربع نقطة الأهم بقى يا دكتور منقز اللي حضرتك لم تدرس عنها ولم تبحث عنها واللي مذكور جزء منها في الآية نفسه وهو شاكل الملك كان يوجد تلت أنواع من الأوزان يا دكتور منقز أو تلت شواقل خلينا أقول تلت أنواع من الأوزان أول وزن اسمه شاكل القدس سانشوري ويت اللي هو المرتبط بالأمور المقدسة المرتبط بالخيمة الاجتماع في العهد القديم أو مرتبط بالهيكل اللي هو كان الشخص ملتزم به نحو العبادة بتاعته وأيام الرب يسوع كان كل ذكر من اليهود كان ملتزم أنه يدفع نص شاكل سنويا لخدمة الهيكل وفي سفر الخروج أصحح 30 وفي عدد 24 بيقول لي أنه قيمة هذا الشاكل هو بيساوي 20 جيرة يعني 20 حبة من البزور فده الشاكل القديم اسمه شاكل القدس للأمور المقدسة طيب تي كمان شاكل للتجارة مرشندايز للتجارة التعامل مع التجار في الأسواق وقمته أيضا بتتراوح من مكان لمكان ده شاكل التجارة الشاكل الثالث كان اسمه شاكل الملك the royal or the king wait فإحنا عندنا في الكتاب مقدس في العهد الأديم تلات أنواع من الأوزان للشاكل واحد اسمه شاكل القدس تاني اسمه شاكل التجارة تالت اسمه شاكل الملك والنص اللي أنت لم تقرأه إلى النهاية كويس ولم تأخذ بالك منه هو بيقول لك إنه بوزن الملك يعني حدد لك نوع الشاكل اللي تقدر تقيس على أساسه إذا أخذت العبارة دي إنها بتتكلم على وزن شعر أبشلوم تقدر تقيس على أساسه قيمة هذا أو وزن هذا الشعر السنوي طيب شاكل القدس في سفر الخروج 30 بيقول لي بيساوي 20 جيرة والجيرة بينز حبوب ويساوي في القيمة حوالي 11 جرام فضة ده اسمه شاكل إيه؟ شاكل القدس شاكل الملك أقل من شاكل القدس وهو يتراوح ما بين 7.5 إلى 8.5 جرام أو بحسب الزمان والمكان يبقى اللي بيتكلم عنه هنا يا دكتور مونكس ما تقدرش تحسبه على إنه هو الشاكل القدس أو الشاكل التجاري ده النص الكتابي حدد لك أنهي نوع من الوزن لكن حضرتك ما بصيتش للنص الكتابي أنت خدت النص زي ما هو وحاولت أنك تطعن في الكتاب مقدس دون أن تبزل مجهود وده على فكرة يدخلك في مشاكل كتيرة يا دكتور مونكس فما تخدش حاجة قط ولز إنك تقطع وتلزق لما تاخد حاجة ادرسها الأول قبل ما تقدمها كويس؟ السؤال بقى الذي يطرحه النص هنا هل النص الكتابي يتحدث عن وزن شعر أب شلوم أم عن ثمن الشعر واللغة العبرية تقدر أن أنت تتحرك فيها هنا أو هنا لكن إذا خدنا إذا خدنا الافتراض الأول أن النص يتحدث عن وزن شعر أب شلوم هل فعلا شعر الإنسان ممكن في السنة يصل وزنه إلى كيلو؟ وهل يوجد بشر مثل هؤلاء؟ كويس؟ طبعا هنا أنت بتتكلم على أب شلوم ولما بتتكلم على أب شلوم يا دكتور منقز أنت بتتكلم عن شخص اشتهر اشتهر بكثافة شعره وجمال شعره وفي نفس الوقت طبيعة هذا الشعر لأنه فيه شعر يقولك ده شعره خفيف وده شعره تقيل ده شعره كثيف وده شعره يعني فالأنواع كثيرة من الشعر يبلغ متوسط عدد شعر الإنسان متوسط عدد شعر الإنسان لأنه لا يوجد راكم فكس حوالي 150 ألف شعره أنا طبعا مريح دماغي ما بعدش الشعر اللي عندي خلاص ويمكن أنت زيه بس أنت لابس طائية مش مباين لو شعر الإنسان صح يا دكتور منقز وينمو بصورة طبيعية ومميز هذا الإنسان بشعره واحدة من الأشياء التي بتعطيه جمال في وسط كل إسرائيل أنه مميز بشعر وانت بتقابل الناس يعني بتقوله أنه ده مختلف عن بقية الناس أبشلوم كان كده فلو طبيعة شعره طبيعة جيدة وشعر صحي وشعر كثيف وتقيل يا دكتور منقز هذا الشعر ينمو كل شهر بما يقرب 100 جرام في 12 شهر يعني أنت عندك حوالي 1200 جرام يعني عندك كيلو ألمست وربعة ده متوسط شعر نمو شعر الواحد في السنة ممكن يصل إلى كيلو أو أكثر لما زي ما قلت لحضرتك نيجي الأبشلوم أبشلوم كان عنده ميزة جعلته مشهور وهي كثافة وطول شعره دي واحدة من الأشياء اللي ميزته يعني ما كانش واحد عادي ما كانش زي أو زي الآخرين أو زي ممكن حضرتك لكن كان عنده هذه الميزة فبالتالي الميزة دي ميزته والناس كانت عارفة أنه شعر أبشلوم شعر حتى هو في الآخر اللي كان سبب في موته أنه شعره تعلق في الشجرة وإحنا هنا في أمريكا تعارف ممكن تلاقي واحد مرب شعره وعمله ضواف مدفره ونازل به إلى آخره أو عمله بطريقة أخرى يعني ممكن الشعر ده فعلا تقول الناس دي عاملة شعرها إزاي كده بسهولة جدا يا دكتور مونكز شعر أبشلوم ممكن يصل بوزن الملك إذا حسبنا أنه شاقل الملك حوالي سبعة أو سبعة ونص أو تمانية جرام ممكن بسهولة جدا يصل إلى ألف وربعمائة جرام كل سنة يعني كيلو وتلت أفعاش مشكلة يا دكتور مونكز دي مش تخريف دي مش تخريف أو لو خدت التفسير الثاني المعنى الثاني أنه لما كان بيقص شعره وكان هذا الشعر يباع كان يساوي في القيمة لأنه ما كانش فيه نهاردة زي النهاردة العلاج للشعر والحاجات الكتيرة للشعر كان ممكن ناس اللي عنده أمراض أو اللي عنده شعره بيتساقط أو المرأة لأي سبب من الأسباب شعرها وقع كان العالم القديم أيضا البروكة دي دكتور مونكز من أيام الفراعنة معروفة وكان الشعر بيباع كان بيتبرع به كان يساوي 200 شاكل لكن في الحالتين هي مش تخريف حضرتك معرفش عندك الموسوعة الخاصة بالأرقام القياسية ولو كتبت بس the longest أو the heaviest شعر أطول شعر اللي فتاه في سن المراهقة كان حوالي ستة أدم وسبعة من عشر يعني أكتر من اتنين متر أكتر من اتنين متر أشكال أخرى موجودة أيضا لو خدت شعر هذه الفتاة اليابانية المتدفر وزنته ولا خدت شعر الفتاة الهندية الأخرى وزنته أحنا مش بنقول كل الناس كده لكن أب شلوم غالبا كان كده لأنه توصف بكده وكان مميز بكده فما فيش مشكلة يا دكتور مونكس وعش كده ياريت حضرتك قبل ما تنتقد الكتاب المؤدس وتقول فيه تخريف أن أنت تقوم بدورك وتدرس النص وتشوف هل اللي يتقال ده ممكن ولا مش ممكن قبل ما تقول لي يا دكتور هذه تخريف ولا ليست تخريف طيب ده بالنسبة لإيه بالنسبة لأول موضوع موضوع الشعر فيه موضوع آخر بعد دكتور مونكس كلمنا عنه أيضا وباستفادة كتيرة وهو موضوع التنانين كتير مؤدس بيكلم عن التنانين العظام والدكتور مونكس على طول خد جانب وهو أن التنانين دي هي عبارة عن حيوانات زي كده دراجن أو بسموه الدراجن بالعربي التنين التنين اللي هو أسطوري والكتير مؤدس اقتبس هذه السورة من الشعوب الوثنية الأخرى واتكلم عنها فخلينا نشوف الدكتور مونكس بيقول إيه عن التنانين ونرقع نعلق عليها هذا أم يعتبر من الخرافات الخير طيب أكيد سمعتم عن التنانين جمع التنين أكيد مرة عليكم التنانين وشفتوهم كثير في حدائق الحيوانات أنا من جهتي ما شفت ما شفت أبدا أبدا تنين في حياتي هنا التوراة تسلي على الله عز وزي أولا هو لم يدرس كلمة التنين يعني إيه ولا يعرف تنين يعني إيه هو على طول كلامه زي ما قلت الدكتور مونكس بتكلم كأنه غالبا اللي هيسمعه هياخد كلامه على أنه كلام فاينل أنه التنين على طول ربطوا بوحش أسطوري هو ما شفهوش هو ما شفهوش مع أنه الكتاب مش بتكلم عن وحش أسطوري وهنشوف كلمة التنين تعني إيه في الكتاب معدس نكمل فيديو تسلي على الله عز وجل بأنه كسر رؤوس التنين كسر رؤوس التنين مو بس كده شايفين الحيوان الجميل هذا اللي في طرف الصورة هذا الحيوان الجميل اسمه ليوثان ليوثان التسمية مختلفة عليها من نسخة إلى نسخة طيب الآن يثني على الله عز وجل كاتب السفر فيقول أنت رضدت رؤوس ليوثان جعلته طعاما للشعب لأهل البرية إذن الجماعة كانوا يأكلوا هذا الحيوان اللي إيش اللي شكلوا أمامكم بيخفزع كانوا بني إسرائيل بياكلوه خلوا بالك هو هو كلم عن حيوانين هنا التنين المختلفة عن الوثان ودي غلطة كبيرة هنتكلم عنها ماشي لاحظوا أنه أسنانه بتنور يا أخواننا ليش بتنور أسنانه حنشوف ليش يقول دائرة أسنانه مرعبة بعدين يقول عطاسه يبعث نورا عيناه كهدب الصبح من فيه تخرج مصابيح شفتوا ليش كان منور من فيه تخرج مصابيح شرار نار تتطاير منه من منخريه من أنف يعني يخرج دخان كأنه من قدر منفوخ أو من مرجل هذا الحيوان العجيب الغريب الذي كان يأكله بنو إسرائيل خلوا هو مش بيكلم عنه بنو إسرائيل كما بيأكلوه ولا حاجة ده هو حتى إرأيته للنص الأوليني إرأية ما درسهاش كمل السؤال يا دكتور وأنت الأستاذ الذي يدرس في الإكليركية العهد القديم عني الأتنين هالمرة عليك هذا الحيوان خارج الكتاب المقدس ممكن أنا دكتور دكتور في العهد القديم بس أنا مش بدارس في الإكليكية أنا خارج مصر يا دكتور مونكس بدارس في جامعات أخرى الثنانين العظام الثنانين العظام هو خد نص مذكور في مزمور أربعة وسبعين وخد نص مذكور في سفر أيوب أصحاح واحد واربعين وعمل تصور أن على هذا الحيوان وهذا الحيوان غير موجود في الطبيعة طيب دكتور مونكس تعال بقى معي شوية بشوية بما أنك أنت بتحب الدراسة فتعال شوية بشوية نتكلم عن التنانين وأرجو أنه حضرتك تحتمل كلامي لأنه كلامي أنا هتكلم بصورة علمية مزي ما حضرتك بتتكلم دون أن أنت تجيب حتى معنى كلمة تنين يعني إيه وكم جات مرة ووردت فين والكلام ده كله بتشير إلى إيه وهل الكلام ده كلام مجازي ولا كلام ده كلام حرفي إلى آخر هذه الأشياء أنت زي ما أنا قلت لحضرتك copy and paste تاخد النقد وتقدمه ودون أن أنت تعرف إن كان هذا النقد صح أو غلط طيب التنانين العظام التنانين العظام أخذك واحدة واحدة كده يا دكتور مونكس أولا لغويا كلمة تنين هذه الكلمة في العبري تشير إلى كل ما هو كبير الحجم كل ما هو مخيف تطلق على التماسيح تطلق على فرس النهر تطلق على الحيتان الكبار تطلق على الحية الكبيرة الضغمة تطلق عليها وعش كده لما تدرس الكتاب مؤدى ستجد أنه حتى في العهد الجديد الشيطان وصف على إنه التنين لأنه عنده قوة تدميرية رهيبة جدا فكل من فيه قوة تدميرية ويسبب خرابا ويرعب الإنسان كويس سواء كان في المياه أو على اليابسة سواء كان حية أو فرس النهر أو الحوت الكبير أو التماسيح يطلق عليها التنين كويس أول ذكر في الكتاب المقدس للتنين ورد في سفر التكوين واحد وعدد واحد وعشرين يقول فخلق الله التنين العظام خلق إيه الله خلق التنين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها كأجناسها العبري مفهوش كلمة يخصصها للتمساح كلمة كروكودايل دي كلمة أساسها يونانية دكتور مونكس كويس لكن يصف الحيوان بضخمته بقوته التدميرية فهذه التنين تطلق على التمسيح المائية تطلق على السعبين الضخمة الكبيرة تطلق على الحيوانات المفترسة الكبيرة كويس فخلق الله التنين العظام مش الدراجن مش هنا دراجن كويس وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها الحق دوّن للكتاب بيعلنه يا دكتور مونكس مش زي ما أنت بتقول أن الكتاب اقتبس من الأساطير الوثنية فكرة التنين الكبير وأتى بيها لا لا الكتاب هنا بيذكر أن الله هو الخالق ودي أهم حقيقة بيذكرها الكتاب المؤدس في بدايته الكتاب المؤدس بيعلن حقيقة مهمة جدا وهي أن هذه الكائنات الضخمة سواء التمسيح أو الحتان أو الفرس البحر أو كل الحيوانات الضخمة هذه الكائنات الضخمة ليست آلهة كما يؤمن بها الشعوب الوثنية الشعوب الوثنية كانت تؤمن أن هذه الحيوانات الضخمة هي آلهة أما الكتاب المقدس فيقول أن هذه الكائنات الضخمة خلقها الله فالكنعانيون كانوا يلقبون هذا الكائن القوي لويثان أو لويتان وهو الاسم الذي يقابله بالعبري لويثان يبقى الكائن القوي حيوان الضخمة كانوا يلقبوه بلويثان ممكن يطلق عليها التنانين بالعبري النص العبري هوا ممكن يحط الاسم الشائع بتاعه اللي موجود به وسط الأمم طيب هنكمل يا دكتور موركس هليني أخد مكلمة وأرجع أكمل مع حضرتكم الأخت أم عماد ألو ألو أهلا وسهلا بحضرتك ألو أزاك دكتور أش أهلا بيكي هو الدكتور مونتز ما أراش أن أبشلوم اتعلق في آخر أيامه من شعره في شجرة ومات بالطريقة دي لا هو يعرف كده كويس والطريقة عليها عارف الطريقة كمان طيب ما عرفش كمان أن نتيجة مهاجمته للكتاب المقدس نتج عنها الأعداد المهولة مش بالميات ولا بالأرفات بالملايين اللي احنا هنصل لهم اللي هما العابرين اللي تركوا الإسلام وقابلوا نور المسيح لكل المقد هو طبعا يعني الدكتور مونتز بيقوم بواجبه ما عرفش عن الأعداد الأعداد دي كلها الدكتور مونتز بيقوم بواجبه كمسلم وكداعية في واجبه الأولاني هو أن يهاجم المسيحية وليس أن يوضح الإسلام وما في الإسلام لكن دور نحن هنا في قناة الحياة نحن نوضح الإسلام وحقيقة الإسلام وبنرد على الإدعاءات التي يقدمها الدكتور مونتز وغيره على الكتاب المقدس بس الحمد لله أنه الناس اللي بتسمع هجومه على الكتاب المقدس وبترجع تقرأ وبتعرف الحق فده برضه بيساهم في الأعداد الكبيرة جدا أمين الحمد لله نشكر ربنا شكرا يا دكتور شكرا أكمل معاك يا دكتور مونتز يبقى التنانين ليست الأساطير والكتاب المقدس بيأكد على أنه هذه التنانين الحيوانات الضخمة المائية والغير مائية الزحافات وكل أنواعها ما هذه إلا كائنات خلقها الله في البداية وده بيأكده سفر التكوين طيب هذه بقى الكائنات الضخمة يا دكتور مونتز ليست لها كما يؤمن الكنعانيون بل هي جزء من خليقة الله الذي خلق الأرض وكل ما عليها والبحار وكل ما فيها كويس أحيانا بقى يا دكتور مونتز أحيانا يا دكتور مونتز أحيانا كثيرة يتحدث الكتاب بصورة مجازية عن ملوك وممالك مقاومين لله ومدمرين للعالم ولهم قوة جبارة في الخراب والضمار يصف هؤلاء بالتنانين يعني لو عندنا ملك مفتري مدمر بيخرى بالدنيا الكتاب المعدس ممكن يصفوا بالتنين بسبب قوة الدمر زي ما احنا ما نشوف واحد شجاعي يقولك ده قلب الأسد هو مش أسد ولا قلب الأسد بس احنا بنوصفه بهذه الأوصاف لما تلاقي واحد يعني خلينا أقولك لما تلاقي واحد مثلا سريع تقولك ده 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 سريع زي الرهوان فالكتاب معدس بيشوف ملوك في التاريخ ويصف هؤلاء الملوك بالتنانين أو بهذه الكائنات الضخمة ويتحدث عنهم بصورة مجازية عن قوة التدمير اللي فيه طيب نيجي بقى للنص اللي انت خدته واللي انت لم تقرأ القرينة بتاعته ولم تقرأ ما قبل ولم تقرأ ما بعد ومعرفتش هو بيكلم عن ايه غير انه حيوان ضخم وانه استورة وإلى آخره تعالا إلى مزمور 74 يا دكتور موركز مزمور 74 بيقول لنا ايه مزمور 74 يا دكتور موركز هنا بيكلم عن الخروج بيكلم عن ايه عن الخروج حادث الخروج من أرد مصر بيكلم عن ان ازاي الله بذراع ممدودة ويد قديرة اخرج شعبه من أرد مصر بيكلم عن انه ازاي الله شأ البحر بقوته بيكلم ازاي عن ان الله كسر رؤوس التنانين وهقول لك مين هم هؤلاء التنانين والله ملكي منذ القديم او منذ القدم المرنب يقول كده ان الله ملكي منذ القدم فاعل الخلاص في وسط الارض بيكلم عن ايه بيكلم عن خلاصهم من ارد مصر من يد في الفرعون انت شققت البحر بقوتك امتى ده حصل ايه دكتور منكز لما الرب عبرهم في اليابسة لما شأ البحر امامهم وعبرهم في اليابسة وخرجهم من ارض مصر انت كسرت رؤوس التنانين هو بيكلم عن ايه التنانين دي هو بيكلم عن تنانين كده موجودة يا دكتور منكز في المياه وهم بيعدوا ربنا كسر رؤوسهم لا 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 هقولك انا التنانين دي مين انت رضدت رؤوس لويثان التنين هو نفس التعبير يا دكتور منكز كويس يقول كده انت رضدت رؤوس جعلته تعاما للشعب مش لشعب اسرائيل جعلته للأمم البرية للحيوانات البرية جعلته تعاما لهذه الكائنات البرية لأهل البرية انت فجرت عينا وسيلا انت يبست انهارا دائمة الجريان زي نهر الاردن اللي نازل ميته من فوق لتحت الرب يبسه هنا بيكلم عن خروج من ارض مصر وبيكلم عن شق البحر وبيكلم عن معاملات الله مع فرعون ومع قوة جيش فرعون ومع ايضا العمل ربنا مع شعبه مش وما ليه التنانين دي با مين هم التنانين دول ومين هو الويسان اخد مكلمة وارجع اكلم اقول لحضرتك مين هم الاخ زكريا الو سلام ونعم سلام ونعم اهلا بيك اخونا زكريا الله عفد كشكرك على برنامج كعبر الكتاب وبرنامج اكاديمي تعليمي شكرا لانه فكر الشباب على رسالة النور في المنسيس الكتاب مقدس وانا اشكرك على برنامج وادعو كل الشباب المغرب في مارس الفريق يترك الاسلام في الخرافة وخرافة في الحصال البوراق وزوز راديع وريض كبير والنكاح المرأ الميز عندما نكح زورته قبل ان تدفن وانا احرض الشباب المغرب للزائر وشمال الفريق لتناق المجلس كحيات واتباع المسيح وتعاليم كتاب موس اشكرك اخونا زكريا ويريد تنضم معنا في الصلاة من اجل العابرين ومن اجل ايضا عمل الرب في شمال افريقيا طيب مين بقى هم التننين يا دكتور موركس بيشير الى مين بيشير الى الحيوانات الضخمة اللي انت جبت صورتها ال الا 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 الاسطورية ولا بيشير الى ايه اللغة هنا لغة مجازية بيكلم عن حياة التاريخي بيكلم عن حياة التاريخي شوف بقى الكتاب المؤدس ودي روعة الكتاب يا دكتور موركس اللي انت حضرتك ما بزلتش مجهود في ان انت تفهم وتعرف قبل ما تتكلم قارنين النصوص الكتابية بالنصوص الكتابية لو قارنت النصوص الكتابية بالنصوص الكتابية هتوضح لك السورة لكن انت حضرتك وغيرك لا عايز تقارن النصوص الكتابية بالنصوص الكتابية ولا عايز تروح للمواقع الاخرى التي ذكرت فيها كلمة تنين الى اخر انت حضرتك زي ما انا بقول نشوف حسقيال تسعة وعشرين حسقيال تسعة وعشرين ومن عدد واحد الى خمسة كان الي كلام الرب قائلن ده حسقيال النبي بيقول كده يا ابن آدم اجعل وجهك نحو فرعون ملك مصر وتنبأ عليه وعلى مصر كلها تكلم وقل هكذا قال السيد الرب هنزى عليك يا فرعون ملك مصر ايه يا دكتور منكز اقرأ كده بصوت عالي معي يا دكتور عليك يا فرعون ملك مصر يا ايه التمساح الكبير هتقول لي ده بس هنا تمساح مش تننين اجيب لك العبري احتمال العبري يجواب على سؤالك هتنيم هاجدول فرعون ملك مصر هتنيم هاجدول فرعون ملك مصر التنين الكبير وزي ما قلت العبري ليس فيه كلمة تساوي التمساح كلمة كروكوديل دي مأخوزة من الترجمة اليونانية دي كلمة اصلها يوناني وليس اصلها عبري لكن العبري للحيوان الضخم بيستخدم كلمة تنين هتنيم هتنيم هاجدول التمساح الكبير الرابط في وسط انهاره الذي قال نهري لي وانا عملت لنفسي فاجعل خزائم في فكيكة وقلزق سمك انهارك بحرشفك واطلعك من وسط انهارك وكل سمك انهارك ملزق بحرشفك واتركك في البرية انت كويس هاي موتو في البرية يعني نفس الجعلتو جعلتو طعاما للشعب في البرية واتركك في البرية انت وجميع سمك انهارك على وجه الحق لتسقط فلا تجمع ولا تلم بذلتك طعاما لوحوش البر ولطيور السماء ودي برضو لغة مجازية دكتور مونكس بس بيكلم عن مين مين هو هنا التنين العظيم من هو هذا التمساح العظيم او الكبير هو فرعون ملك مصر فلما يكلم في مزمور اربعة وسبعين عن انت شققت البحر وكسرت رؤوس التنين هو بيكلم عن مين يا دكتور مونكس يا دكتور يا دكتور مونكس بيكلم عن مين بيكلم عن فرعون بيكلم عن جيش فرعون ليه؟ لأنه فرعون لقب بالتمساح الكبير لقب بالتنين الكبير المدمر القوي الذي لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه يبقى من فرعش دكتور مونكس تاخد الآية وتجري بيها عيب بجد عيب ده ليس مستواك وليس مستوى باحث لما تاخد حاجة تنقض فيها الكتاب معدس ادريسها قبل ما تقدمها عشان ما يبقاش بس دكتور مونكس منظرك قدام أحبائك مهزوز طيب هل في آية تانية؟ آه طبعا نفس السفر حسقيال 32 من 1 إلى 5 يا ابن آدم ارفع مرثاة على فرعون ملك مصر وقل له أشبهت شبل الأمم وأنت نظير تمساح في البحار طبعا دكتور مونكس يمكن يعرف مصر بعد زي أنا كده يعني نعرف مصر بعد بناء السد العالي وما نعرفش مصر القديمة ويمكن لما نتكلم عن التمسيح أقول لك هو فيه في مصر تمسيح كان أشهر تمساح يا دكتور مونكس في العالم حيث القوة والطول هو تمساح نهر النيل تمساح نهر النيل وعلشان كده فرعون لقب بالتمساح الذي لا يستطيع الإنسان أن يحجمه فيش واحد فينا يقدر يربي تمساح في بيته زي ما بيربي كلب أو قطة أو يجيبه لعياله عشان يلعب به له قوة مدمرة عش كده وأنت نظير تمساح في البحر اندفقت بأنهارك وقدرت الماء برجليكة يعني اللي انت بتعمله من قوة في الماء بتقدر حتى المياه وعكرت أنهارهم هكذا قال سيد رب أني أبسط عليك شبكتي مع جماعة شعوب كثيرة وهم يصعدونك في مجرفتي وأتركك على الأرض وأطرحك على وجه الحقل وأقر عليك كل تيور سماء وأشبع منك وحوش الأرض كلها الأمة اللي تكلم عنها أنها بتاكله يا دكتور مش مش شعب إسرائيل وقلقي لحمك على الجبال وأملأ الأدوية الأودية من جيفك يبقى مزمون 74 بيكلم عن مين هالشامتة رؤوس التنانية بتكلم عن فرعون مين هو الوايثان الحيوان الضخم المائي دو اللي هو التمساح وفرعون صورة مجازية صورة مجازية وكانت الملوك زمان كان كل واحد فيهم بيختار حيوان لكي ما يرمز إلى القوة يعني ممكن تلاقي كمان فرعون حاطت على راسه الحية رمز الدهاء فهو من حيث القوة الجسدية تمساح لكن من حيث العقل والفكر كالحية نيجي بقى يا دكتور ملوك زهد نفس كلمة تمساح هنا نفس كلمة تمساح أنا حاطتها بالعبرة علشان ما تجيش تقول لي هو هو هنا تمساح مش بتكلم عن التنانين كويس؟ لكن المترجم عارف إنه بيكلم عن إيه؟ التنين بالنسبة لمصر هو التمساح اللي في نهر النيل عش كده بقيتها كتنين بيميم وأنت نظير أو كد تمساح في المياه أو في المياه طيب يا دكتور مونكز تفعلنا كده يا دكتور مونكز؟ طيب هل في شواهد تانية بقى بتكلم عن التنانين؟ أيوة تعالا تعالا نشوف هنا برضو ربنا بيكلم عن الخروج بيكلم عن فرعون وبيتكلم عن فرعون ويصف بإيه؟ بيقول استيقظي استيقظي البسي قوة يا ذرع الرب في الشعياء 51 الشعب المسبي الشعب المتألم الشعب اليهود اللي نبوخز نصر مسبب لهم ألام وعذبات كثيرة وكانه المرنم هنا بيناجي الرب وينادي لأذرع الرب التي زهرت بقوة في الخروج استيقظي استيقظ مش هي نيمة لكن هو شايف أن ربنا مش بيخلصهم زي ما خلصهم أيام أيام فرعون استيقظي استيقظي البسي قوة يا ذرع الرب استيقظي كما في أيام القدم أيدي أيام القدم كما في الأدوار القديمة بعدين ألست أنت زرع الرب القاتعة رهب أطاعنا التنين من التنين هنا فرعون العبارة اللي بعدها بتأكد لك كده دكتور مونكس ألستي أنت هي المنشفة البحر لم ربنا قال لي موسى مد عساك ألستي أنت هي المنشفة البحر مياه الغمر العظيم الجاعلة أعماك البحر طريقا لعبور المفديين كل الصورة دي دكتور مونكس كلم عن الخروج من أرض مصر يبقى التنين هنا ليس حيوان استوري التنين هنا هو صورة رمزية لفرعون ولو حطتها بالعرب النهاردة بتاعنا تمساح الكروكو دايل نجي بالأيوب أيوب 41 بتكلم عن هذا التنين أو لويثان زي ما قلت الحيوان الضخم هذا اللي عنده الأمم بيسموه لويان وبعدين بيتسمى عند اليهود لويثان يقوله أتصطاد لويثان بشاس أو تضغط لسانه بحبي تصطاده تصطاده زي أي ما تصطاد أي سمكة ما بينفعش أتضع أسلة في خدمه أم تثقب فكه بخزامة تقدر تحط في فكه هنا خزامة هل هل يستطيع هذا الحيوان أنه يتوسل إليك أي يكثر التضرعات لك بمعنى أنت يعني مستولي عليه وإنت الممتلك وإنت صاحب الكلمة الأولى والأخيرة لا يمكن الكلب لو حطيته في أفص أو القطة حطيتها في أفص أو العصفور يتوسل إليك أم يتكلم معك باللين هل يقطع معك عهدا فتتخذه عبدا مؤبدا أنه التمساح يجي لك كده يقول لك أنا على الفكرة هأعمل معك عهد أتلعب معه كالعصفور أو تربطه لأجل فتياتك يعني يعني أنت تقدر تجيبه البيتك لولادك وتخليه ملعبه به بيكلم عن مين هنا بيكلم عن التمساح لا أسكت عن أعضائه وخبر قوته وبهجة عدته من يكشف وجهه من وجه لبسه ومن يدنه من مثنى لجمته من يفتح مسرعي فمه تمساح لما يفتح مسرعي فمه التمساح ممكن يهشم راس الحيوان سواء الجموسة أو أي حيوان بيستاده مجرد أنه يقفل كل الجمجمة تتحشم مسرعي فمه دائرة أسنانه مرعبة فخره مجان مانعة محكمة مضغوطة بخاتم كلها صورة مجازية للرعب وللقوة هذا الحيوان المدمر الواحد يمس الآخر تكلم عن الاستثنان فالريح لا تدخل بينها كل منها ملتصك بصاحبه وعطاسه يبعث نوراً وعينها كهد بالصبح كلها تعبيرات مجازية يا دكتور منقز أوريك أختم بهذه الصورة يا دكتور منقز من يقف قدام هذا الحيوان لنا ولانت ولا يحد كان فيه برنامج زمان اسمه كروكوديل هانتر صائد التمسيح كنا بتستخدم ازاي الرجل دون يقترب الى هذه التمسيح بالشكل ده ده النيل ده تمسح النيل كتاب المؤدس مفهوش تخريف يا دكتور منقز كتاب المؤدس مفهوش تخريف والأمثال الأمثال اللي انت جبتها سواء شعر أبشلوم أو التنين بيدل على حاجة واحدة بيدل على انه حضرتك ما درستش وما بزلتش مجهود ومعرفتش الكتاب بتكلم عن ايه لكن جاي بس تهاجم الكتاب المؤدس وتطعم في مصدقية الكتاب المؤدس دكتور منقز نصيحة من أخ يمكن أصغر منك ما تقولش حاجة ما تدرستهاش وما تقصش حاجة وتيجي تلزقها لأنه كلمة الله كل كلام الله كلامك هو حق هنكمل مع بعض الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح يكون معكم شكرا